تحياتي مانشستر يونايتد قرر الإبقاء على تنهائي شركة إنيوس كما هو واضح وجدت أنه المدرب الهولندي الخيار الأفضل للموسم المقبل في هذا الفيديو بنتكلم عن الموضوع بشكل عام بنتكلم عن قصة العقد الجديدة الممكن ياخده بنتكلم عن ليش التردد كتير بتجديد عقده و بنتكلم أساسا ليش خلوه بعد ما شافه غيره الموضوع ما بده كتير عواطف ما بده كتير نحكي كرة قدم بقدر ما نحكي إدارة لأنه القرار اللي صار إداري من شركة استثمارية ببساطة هل كانت إدارة مانيونيتد ناوي تقيل تنهاج نعم كانت ناوي تقيل تنهاج والسبب البسيط والمنطقي لما كانت تطلع كل الإشاعات إنهم بدهم يقيلوا ما حكوا شي قبل نهائك أسر الاتحاد الإنجليزي وخلوا الموضوع غامض والشي الثاني من المؤكد إنه قابلوا توماس دوخل ومن المؤكد أيضا إنهم جسوا نبض ساوث جيت وبالتالي كانوا يدوروا على خيارات شو اللي حصل عندهم؟ أول شي اللي حصل كان عم بيجي ببعض الأحيان من وسائل الإعلام إنجليزية بعدين الآن وضح كانوا عم بيدوروا على مدرب لمشروع طويل الأمد وهم بيحكوا إنه ما وجدنا هذا المدرب لمشروع طويل الأمد كيف بيحكوا؟ بقرار إبقاء تنهاج اللي كان على وشك الإقالة اللي أنا هم شافوا غيره الآن هم ما وجدوا مدرب لمسافة طويلة لخمس وعشر سنين زي ما هم بتخيلوا وبالتالي كان طبيعي يضلوا مع مدرب مش مشكلة تعطيه زين زيادة لأنه احتمال فشل أو نجاح تنهاج الموسم المقبل مع مان يونايتد يشبه احتمال فشل أو نجاح مثلا توماس توخل يشبه احتمال فشل أو نجاح أي مدرب هم شايفينه مدرب قصير الأمد لأنه إذا كان المدرب برأيهم قصير الأمد معناها الاستثمارات المادية مش هتكون كثير عملاقة مش هتكون كثير كبيرة معناها بنفس الوقت مش هكون يتوقعوا شيء ثوري في الملعب احنا بنتكلم عن فريق أعطى السنة الماضية كل الأسباب المنطقية لإقالة مدرب بكورت القدم بنتكلم عن إحصائيات بعيدا عن الترتيب الأصلي الإحصائيات اللي فيها أهداف متوقعة وأهداف عليك لو فعلا صارت بالضبط كما كانت الاحتمالات تقول من يونايتد ربا ما احتل المركز الخمسة عشر الدوري نتكلم عن فريق عم بدفع فلوس بصفقات معظمها ما بتعطي نتيجة تعال تخيل ماونت أو عمي خلينا ننسى الأسماء اللي لسه شوي بتعطي لا أنتوني اللي وحده كان كارثة ففي صفقات بتندفع 50% بنجح 50% بفشل يعني فلوس بتضيع عالفاضي بتضيع قيمة صفقة ورواتف انت عندك كمان المشاكل والتشنج وخي نسميه الحزم المبالغ فيه من ثنهاق أعتقد هذا حيحطوله حد الآن هذه الشركة لأنه انت خسرتنا سانشو رونالدو قصة على جنب لكن نجي نحكي عن سانشو كان ممكن نبيعه بستين مليون الآن بسببك ممكن نضطر نبيعه بثلاثين أو ممكن نعيره أساسا كمان موسم بنتكلم عن فريق بيعيش شهرين فترة ممتازة وبعدين بينزل بنتكلم عن لاعبين أفراد بيعيشوا فترة ممتازة بعدين بينزلوا زي راشفورد ما في ثبات لا للفريق ولا للأفراد بنتكلم عن شكل فني بالملعب هذا الموسم كارثي مقارنة بشكل جيد كان الموسم الماضي يعني حتى الشكل والتكتيك مش عم بيكون ثابت بنتكلم عن فريق هذا الموسم ما عنده تقريبا أي فكرة هجومية انت بتحسها شغل متكرر من مدرب بنمط واضح لكن موسم ماضي كانوا أفضل طب ورحت هالأفكار ما بتعرف يعني أعطى أسباب كفاية إنه ينقال لكن أيضا أعطى الموسم الأول إله أسباب كفاية إنك تراهن عليه كمان موسم وأعطى بمباراة من سيتي انضباط تكتيكي مطلق وفكر تكتيكي مهم خلاك تحس إنه هذا المدرب عنده شيء لسه موجود بيقدر يأثر في الملعب وخلق تعاطف جماهير كبير جدا معه بعد هذه المباراة لأنه فايز بالديربي على السيتي وفي نهاية كأس خلق هذا التعاطف الجماهير الرهيب معه اللي شعرت الإدارة إنه ربما تنهاج حيساعدنا إنه نقدر نشتغل بهدوء لأنه الجمهور عم يدعمه وبالتالي الإعلام شوي شوي رح يدعمه إذن ببساطة الظروف والمؤشرات والقرار أساسا كان بحث عن بديل تنهاج ما وجدوا بديل مقنع فبالمنطق صار الاحتمال نفسه تاع الفشل أو النجاح بالنسبة لهم صارت الفائد الإدارية الاستراتيجية بالنسبة لهم واحدة ما عندهم مدرب يرهنوا عليه لخمس سنين فيقول للتنهاج شكرا الآن لا خليك خدها الموسم الإضافي طب ليش بقول خدها الموسم الإضافي وبدو من جديد يدوره عقده هذا الطبيعي عند أي مدرب بالدنيا أنتوا بتتخوثوا وخلتوني أستنى شهور وعم بتلمحوا للناس إنهم بتكم اتقلوني وبتكم عادي آجي زي المؤدب ويلا وأكمل شغل لا أنا بستقيل وبطلع ساعتها لأنه زي ما قالت نهاج لو إنه ما بدهم يعني بروع مكان ثاني وبفوز بالألقاب يعني هو الرجل عارف لو ترك النادي اليوم بعد شهر شهرين بيكون عنده وظيفة فبالتالي أنت مضطر تعطيه هذا العقد الإضافي من باب يعني تعلم للناس الاحترام والثقة مش منطقة تخليه تكمل والناس برأيها إنه ضل لأنه ما لقيهوش بديل فهذا ببساطة اللي صار مع تنهاج إداريا الإدارة شافت الموضوع بوجهة نظر حسابات واحتمالات إنه لا هذا المدرب مش هيكون أسوأ من توخيل كاريهان والموسم هذا الثاني كان ربما يكون موسم كارثي استثنائي ولو لبعا هو قدم أشياء في مقابلته اللي بنهاية الموسم أشياء مقنعة لما تكلم عن خط دفاع عدد الإصابات بخط دفاع عن عدد خطوط دفاع اللي لعب فيها عن قلبين الدفاع اللي لعب فيهم فهو قدم إحصائيات مهمة إنه الإصابات فعليا قتلت خط دفاعي وبالتالي إحصائيات التزديدات اللي على مرماي إحصائيات الأهداف اللي بمرماي فكرة الصعود بالكرة من الخلف أنا طبعا مغروب فيها لأنه لحيبتي مش موجودين فخير نحكي الإصابات ساعدتوا شوي الفوز بالكأس ساعدوا شوي التعاطف الجماهيري والجماهير اللي بتحبه ساعدتوا شوي وعدم وجود بديل مرن جاهز ليش بديل مرن جاهز وستراتيجي ليش هالكلام بحكيه؟ لأنه عملنا حلقة قبل مبارح أول مبارح حتى عن المدرب الجديد في كرة القدم اللي هو المدرب الموظف اللي بيجي بيشتغل في الملعب وبدرب فالآن ما لديه هذا الشخص المرن يعني توخل حيجي بدي يتدخل بالانتقالات بدي يتدخل باللعيب والعقود أي مدرب من الكبار اللي بنعرفهم لسه بعقلية الإدارة القديمة لكن هم الآن بدوروا عن مدرب جديد بكرة القدم بيجي بقعد بيدرب هالفريق وبروح خلص يعطيك العافية ما إلك علاقة مين بدك إلك علاقة شو بدك بتحكينا ومنشتريه لك وهذا اللي حيصير مع تنهاجي الآن حيحده من صلطه في سوق الانتقالات 100% وحيحده من صلطه في الصدمات مع اللاعبين 100% حيطلبوا منه يكون أهدى شوي مش منطق كل سنة يطير نجم بالفريق نتيجة خلاف معين هذا كله حينحد منه وهذا أعتقد كله من شروط البقاء أو من شروط الاستمرار مع بعض فببساطة خلين نحكي يونايتد ما وجد أفضل من تنهاج لذلك قرن الإبقاء على تنهاج بالوضع الطبيعي للأندي الكبرى بكرة القدم الموسم الثاني تبع تنهاج يستحق الإقالة الموسم الأول يستحق الاستمرار ولكن ذاكرة تكرت القدم قصيرة فالحكم دائما يكون على الثاني فالحكم الرياضي المنطقي اطقيله بس سواء أقلته أو ما أقلته ما حدا بيعرف المستقبل كيف؟ ممكن يكون قرار إبقاء تنهاج هو أفضل قرار نعمل لمن يونايتد من يوم ما عينه فريكسون وممكن يكون قرار إبقاء تنهاج هو أسوأ قرار عمله من يوم ما قرر فريكسون يستقيل ويعتزل يعني ممكن يكون هيك وهيك ما حدا بيعرف تماما كما كان إنه لو أنت عينت توخل ممكن يكون أحسن قرار وممكن يكون أسوأ قرار ما حدا بيعرف لأنه فكرة المدربين في كرة القدم تأقرب كثير لفكرة المراهنات كأنك بترمي حجر نرد وبتشوف شو بدي يجي الرقم معك فيه ناس بيجيبوا مدربين على الورق 100% رح ينجحوا بقدموا كوارث وفيه ناس بيجيبوا مدربين الناس بيقول مين هدول وفجأة بصيروا أسماء معروفة بكرة القدم بنوصل هنا لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عوهد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك وسناب شات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته